اشتركوا في القناة لما بنقول اليوم العلامي للمرأة بنقول العطاقة عشان نعلم بناتنا ان الستي دي حاجة كبيرة قوي فعشان كده رازم تفضل تدي تدي رعاية واهتمام وحنان ومساعدة دايما لما كنت بشوف فيديوهات على الفيسبوك لنائبات وبرلمانيات موجودين في تحت قوبة البرلمان الاوروبي ومعها ابنها وشيلاها ابنها وشيلاها وبنتها وبتذكر لها جنب الكرسي فكنت بلاقي تعليقاتنا احنا كمصريين الله ايه الجمال ده ايه الرعاية دي لحد اخر نفس طب والستي نجاح الرعاية دي مش محتاجة مجهود وطاقة شفتوا الرضا السيتي دي تاخد رقم واحد في الرضا بالقضاء والقدر ودايما افلح واحد فينا وانجح واحد فينا دنيا واخرى اكسرنا في الرضا شفتوا القناعة والصبر شفت القوة في التحمل ان انا لا اكل ولا امل حد جايز يكون شايفها النهار ده بقول ياها الله يكون فعونك حد تاني شافها يقول ياه ستينتي استحملتي ده كله ازاي حد تالت يقولك ده اللي معه واحد مطلعيني حد رابع يقولك ده انا ولادي مطلعين عيني مذكرة وخروج ودخول ونوادي طب دي ايه بقى واكل وشرب بحقيقة وصلنا مع وزارة التضمن اللي انا بكنها كل الاحترام والامتنين وكررت ليتقدم ايد العون للست نجاح وتعمل حاجة للشباب دول يمكن ده يفرحها بحترم كل مسئول في مصر بيشوف حاجة زي كده ما بيتأخرش ابدا ما بقى فخورة جدا يمكن لحظة الفرح اللي هتخش قلب الست دي يعني اكيد حقيقية يعني اكيد قلقانة جدا على ولدها لما بنقول الصبر لما بنقول تحمل المسئولية لما بنقول رضاء بالقضاء والقدر لما بنقول القوة اللي تخلي الوحدة تقف قدام الأزمات حاجات كتير قوي بنقولها بس يا رب بنبقى عارفين معناها لان كل حاجة بتعدي علينا نعمة لما بتتعبي في تربيت ولادك ورعيتهم نعمة لما بتقف تتعبي جدا وتشق انت وجوزك عشان بيتك دا يكمل نعمة لما بترعي ولادك حتى لو ما بتشتغليش حتى لو ما انتش ستة عاملة عاملة بقى بكامل وصفها وأنواعها لو انا ستة قاعدة وهبة حياتي البيت ولادي دي مسئولية فحتى لو انت مش ستة عاملة وموجودة في الحياة وبتديري بيتك ونكحة فيه انت كده بالستة نكحة وقد المسئولية دايما بنيجي نتكلم علشان نسيب رسائل للمجتمع جاي سألتها في عز ما انت فيه دا جوزك كان معاك يا قيت لقى طبعا معاك وكان ممكن يسمعني بعضا او بعضهن هيشوف ان دا انكسار او ضعف او سلبية في حين ان بعضهن الاخر وانا معاهم هشوف دي كمة الكوة والاجابية انجح وحدة فينا لتتحمل اجدع وحدة فينا لتكمل بمركبها على مر الوقت والسنين وهيبان دا هيبان بعد ما تفوت السنين عشرين وثلاثين سنة وتلاقي ان الزوجة دي بقى التاج المملكة دي هي اللي نكحة هي اللي كلمتها لها حساب هي اللي خطرها مهم دي الام اللي بتسلم راية سليمة